موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء قالت وزارة صحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات اثنان وأربعون شهيدا وثلاثة وستون شريحا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأعلنت الوزارة في تقريرها اليومي عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أربعة وثلاثين ألفا واثني عشر شهيدا وستة وسبعين ألفا وثمانية وثلاثة وثلاثين جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي هذا ونفذ المئات في محافظة تعز وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة اليوم الجمعة نددوا فيها بجرائم الكيان الصهيوني المستمرة لشهر السابع بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصرة ورفع المشاركون لافتات تندد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي وقتله للأطفال وممارسته لجرائم التجويع بهدف فرض خيار التهجير ضد السكان في القطاع في محافظة مارب خرج المئات اليوم الجمعة في وقفة تضامنية مع غزة وتنديدا بالجرائم الصهيونية والمجازر التي ترتكب ضد المدنيين لشهر السابع على التوالي وهتف المشاركون في وقفة الاحتجاج بشعرات تشيد بمواقف وصمود مقاومة في مواجهة قوات الاحتلال أعلن الجيش الوطني عن إحباط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الأرهابية شمال مدينة تعز وذكر المركز الإعلامي لقوات المحور العسكري في المحافظة أن وحدات من الجيش أحبطت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه مواقعه في جبهة عصيفر شمال المدينة أقرى اجتماع صحي موسع في محافظة مارب عددا من الخطط التنفيذية والإجراءات الوقائية والاحترازية والحملة التوعية لمواجهة وباء الكوليرا وتوعية المجتمع بمخاطره وطرق انتقاله ومنع انتشاره وكشف مكتب الصحة مارب عن تسجيل نحو 176 حالة الشباه بالكوليرا في المحافظة دون تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة حتى الآن ختم هذا الموجز إلى اللقاء